حملة تنظيف واسعة للأحياء والشوارع بشرتها ولاية جيجل منذ أكثر من أسبوعين كانت الحدث الأكثر تدولاً بين المواطنين وهي الحملة التي أعادت الجمال لمختلف الأحياء والطرقات نحن نرى في الأسبوع الثالث في هذه العملية كل سبت على بكرة أبيها كل الجمعيات وكل إدارات وكل قطاعات في عملية التطوعية وكما تلاحظوا كل سبت نقاط سوداء وأحياء الحملة شاركت فيها عدة قطاعات وخصصت لها إمكانات مادية وبشري بلدية جيجل صخرت كل إمكانيات البشرية والمادية لتطهير وتنظيف أحياء بلدية جيجل مصالح أمن ولاية جيجل اليوم تشارك مع المصالح الولائية في هذه الحملة من أجل تنظيف شوارع وأحياء مدينة جيجل وهذا من خلال إشراك فرق شرطة العمران وحماية البيئة للمساهمة الفعالة وإنجاح هذه العملية حي الألف مسكن كان دوره هذه المرة بمشاركة واسعة من الشباب والشابات كان الهدف واحدا بالنسبة للجميع تغيير الوجه الشاحبي للأحياء بعد صيف طويل نتمنى من الأحياء كل الأحياء تعويلي جيجل وكل الشباب تعويلي جيجل بش يكون بالحملة التطوعية هذه وهذه في مصرحة الجميع الحملة كانت بدايتها فكرة يأمل المعنيون أن تتحول مع الأيام إلى تقافة نحن في أمس الحاجة إليها هذا كم نقول رسالة للأسر تعنا لجمال في الأحياء وهنا حياء كم نقول تكافل والتضامن يعني لمعروفة بها الجزيرة ويبقى الأجمل في الحملة أن تتضامن جهود مؤسسات لقطاعات مختلفة مع جمعية اختلفت ميادين نشطها ظاهرة صحية أمل الجميع أن تصبح تقافة تسري في المجتمع